اشتركوا في القناة ويبغى الحداية ويبغى الخير ويبغى الصلاح ويتأثر لكن كان عنده خوية وكان عنده بنت ما يقدر يسيبها هي اللي كانت تصد عن الهداية هي اللي كانت تصد عن التوبة هي اللي كانت تصد عن الرجوع الى الله قدم بنت وقدم فتاة على امر الله والله الذي لا اله الا هو وانا اعرف هذا الشاب قبل كم سنة في ثاني أيام العيد في مكة مع خويته ويصير عليهم حادث البنت أصيبت بشلل ودخلت مستشفى والولد هذا شيلينه في الإسعاف وعلى حسب ما نقل موظف الإسعاف يقول من آخر ما سمعته يقول كان يقول ينظر فيه ويقول قول النايف الصحب يدعي لي قول النايف الصحب يدعي لي أسأل الله أن يعفع وأني أغفر له أيها القبره روضة من رياض الجنة إيش اللي فده إيش اللي رده بنت والنهاية لما نقدمها على حب الله ولما نقدمها على أمر الله ولما نقدمها على التوبة والرجوع إلى الله قبض الله روحه معها إيش توقعكم قبره إيش توقعكم مصيره بأي وجه سيلقى الله إيش بيقول لله إنت يا غالي لولا لمت أنت على جنابة من زنا ولا من لواء ولا من عادة سرية لولا لمت أنت مصلة العشاء ولا المغرب لولا لمت أنت عاق لولا لمت أنت السجارة الحشيش في جيبك وبنات والخدرات ساعة ساعتين ما جاء هذا الشاب لما الراح يجيب العشاء وجاي في طريقه للإستراحة صار عليه حادث وقفوا على الحادث يقولوا له قل لا إله إلا الله وهذا الشاب يقول إيش أقول له إيش أقول له قال له مين قال الله إنت وأنا لو هذه الليلة اتقننا إلى لقاء الله إيش بنقول لله تدروني شيء بنقول لله بنقول تايبين بنقول لله اشتركوا في القناة